واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا يا سلام نعمة من ربنا أن أنت يبقى عندك أخ وإن اختلفت ثقافتكم وإن اختلفت كمان مواطن من ميلادكم ويمكن ده تطبيق لحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم ونفضل إحنا هنا في مصر مليانين ألوان وثقافات ولكنها كلها ثقافات وألوان ممتزجة ببعض مليانة بالألفة وتحس أن أنت لما تيجي كل الناس لما تيجي مصر تقولك أنا حاسة بالدفء حاسة بشعور غريب أن الناس وكأنك تعرفهم من زمان عارفين تعرفهم من زمان ليه؟ لأن اللي عرفهم على بعض الله سبحانه وتعالى اللي هو خلق الزمان وعشان كده وكأننا عارفين بعض من لحظة موقفنا كلنا أمام الله سبحانه وتعالى وسألنا ألست بربكم؟ وكلنا في نفس واحد قلنا بلى فهذه اللحظة جمعت قلوبنا وقلفت قلوبنا ويفضل المجتمع المصري نموذج للألفة ولموذج لحب رسول الله وإزاي هيقدم نموذج مليان جمال نموذج المدينة ومجتمع المدينة لأن مصر مدينة مليانة بالألفة لأنها بلد تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحب الناس حبا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم